بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صباح الفل زيكم يا حبيب عاملين ايه يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة هنعمل الاكلة العشق اللي كل الناس بيجمع عليها ومنهم انا اللي هي اكلة كلها فيتامينات ومعادن ومليانة من خير ربنا ورخيصة جدا ما بتكلفش اي حاجة هي السبانخ السبانخ دي من الاكلات اللذيذة جدا اللي كلها معادن وفيتامينات ولازم نحرص على اننا ناكلها طول ما هي موجودة لان الموسم بتاعها قصير ناكلها فريش ولو حب قدرنا نخزنها ونحتفظ بيها عندنا في الفريزة علشان ناكلها في اوقات غير الموسم بتاعها ياريت نعملها كده علشان الفوائد العظيمة الليك موجودة فيها ده خضار موجود فيه نسبة كبيرة جدا من الحديد وموجود فيه معادن وفيتامينات كلسم وبوتاسيام اي ورقيات خضرة كده مفيدة جدا هنبتدي بقى نشوف هنشتري السبانخ ازاي لازم نجيب الورقة بتاعتها سميكة كده وتكون روبط بتاعتها قصيرة وروسها حمرة بالمنظر ده دي بتبقى جميلة جدا وبتبقى تحفة وطبعا نجيبها فريش ونبتدي بقى نشوف هنعملها ازاي اول حاجة هنحل الرباط بتاع السبانخ كده نقصه كده بالمقص ونشيله الربطة التانية معنا كده ونبتدي بقى نقيها من اي ورقة صفرة نشيل اي ورقة مش نضيف فيها بسم الله نفردها كده قدامنا ونشيل اي ورقة صفرة اي ورقة مش سليمة مخرمة فيها اي مشكلة عشان نتأكد ان احنا بنأكل ولادنا حاجة نضيفة وبناكل حاجة كويسة مفيش فيها حاجة طبعا انك تاكلي الاكل ده فريش وهو موجود في السوق كده افضل ميت مرة من انك تجيبي السبانخ المفرزة اللي هي بتبقى في بتاعة المصانع وتكليها الله اعلم هم منظفينها ازاي معمولة باي شكل فيها طبعا مواد حافظة عشان تعيش لفترات طويلة فاحنا نحاول قدر الامكان ناكل الاكل فريش وما نقزيش صحتنا بالمعلبات والمواد الحافظة وطبعا يعالم متنظفة كويس مخسولة من الرمل ولا لا زي احنا بنخسلها بدلل مرة كام مرة عشان نتأكد من مضافتها طبعا السبانخ معي زي ما احنا شايفين كده جمالها ومنظرها هبتيدي لقاقات طعمة انا من الناس اللي بتفضل تقطيع السبانخ الاول وبعدين غسلها هي طبعا فيها كمية حديد عالية جدا وانا سمعت حد من الاطباء قبل كده قال ان السبانخ يفضل ان هي تتغسل بعد التقطيع عشان تفقد شوية كمية من الحديد اللي فيها عشان ما يعملش لود على الكلة عشان ما يبقاش يتعب الكلة لان فيها كمية حديد عالية جدا فاحنا هنخسلها ونقطعها بعد الغسيل علشان ما يبقاش الحديد تقيل علينا وفي نفس الوقت ما يكونش فيها رمل ونتخلص من كل الرمل اللي فيها لان بتبقى فيها كمية رمل رهيبة تمام فاحنا هنبتدي نقطعها دلوقتي مع بعض و هنشوف هنقطعها ازاي هنبتدي بقا نجيب البردة بتاعتنا وننسبان اختبها على جنب بسم الله هنجيبت اللوح التقطيع بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم ونمسك شوية كده من الحزمة ونبتدي نشيل الشنبات بتاعته دي كده بالمقص نضفناها بالمنظر ده هننضف قدر الامكان ونبتدي بقا بسم الله الرحمن الرحيم نقطعها نمسكها كويس جدا كده بادينا في ناس بتفضل التقطيع بالمقص وفي ناس بتفضل بالسكينة انا بحب اقطع بسكينة على البوردة كده بسم الله هنقطعها صغير بالمنظر ده وهتجيبي اكبر طبق عندك طبق بلاستيك كبير علشان تغمريها بالمية تغسليها جسلة واثنين وبعدين بعد الجسلة واثنين تنقعيها شوية في مية بمعلاقة خال عشان تتخلص من اي ميكروب او دراسيم فيها عشان نبقى مطمينين ان احنا بناكل حاجة نظيفة وصحية زي ما احنا شايفين هي الورقة بتاعها بيبقى هايش كده بس ما تلاقيش في الطبخ كل ده بينزم هنقطعها تقطيع زريف كده ما يكونش كبير هجيب الطبق بتاعي زي ما احنا شايفين قطعناها بالمنظر ده ده اول جزء انا قطعته بسم الله هنقله في الطبق بتاعي كده لو حاجة فاتت مني في التقطيع ممكن اخدها ارجع عيد عليها تاني زي ما احنا شايفين كده هكمل بقى تقطيع وروح اخسلها وانقعها وهنشوف هنعملها ازاي وبكده حبيبي انا خلصت تقطيع السبنخ زي ما احنا شايفين كده كده هاخدها بقى على المية اخسلها غسلتين تلاتة كده لما تنزل الرمل اللي فيها وبعدين اشيلها في مصر وبعدين ارجع اعبي مية تانية انضيفة في الطبق بتاعي احط فيه مية انضيفة بمعلاقة خل وانقعها شوية خمس دقايق كده ولا حاجة واشيلها اه على الطبخ بقى وبكده يا حبيبي انا غسلت السبنخ مرة واتنين وتلاتة واربعة ونقعتها زي ما احنا اتفقنا فخل وزي ما احنا شايفين كده حطيتها في البسكت المخرم ده علشان تصفي المية بتاعتها على صنية كده وهبتدي بقى اعمل لها التصلصة بتاعتها يلا نخش عالطبيخ عندي حل على النار صغير كده تلاقيش خالص بسم الله هننزل فيها بتلات معالق زيت هنسيب الزيت بتاعنا يسخن جدا وعلى ما الزيت يسخن انا عندي بصلة مفرومة زي ما احنا شايفين كده هنزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم هسفرها تصفير كده بس هتاخد لون الدهبي بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين البصلة بتاعتي بلونها بقى شفاف كده بستنى عليها كمان آآ نص دقيقة انا مش عايزها محروقة في الوقت ده هنزل عليها بتلات فصوص طوم او اربع فصوص طوم مهروفين خليه بس كده ايه يتشوح معها ويطلع ريحة التوم الجميلة اللي احنا بنحجبها طبعا احنا عارفين ان الثوم لما بيحمر زيادة بيمرر في الاكل واحنا مش عايزين الحتة دي نشوحتين كمان كده وانزل بقى بعصير الطماطم عندي شفشق الخلاط عصير طماطم يعني دائما لتر عصير هنزل بي دلوقتي على البصلة شايفين لونها معي وعندي عصير الطماطم معصورة ومتصفية ريحة التوم زهرت معي هي جميلة جدا والبصلة خلاص بقد دخلت في اللون الدهبي هنزل بسم الله لكمالله هنزل بقى بحوالي نص معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسوي واسبها تتسبك ولما تتسبك هننزل باستمالك مع ضعف هنسيبها تتسبك دلوقتي اول ما تجلي هنهد عليها النار تسبك على مهلها وبعد كده نرجع معنا نشوف بقى يا حبيبي الصلصة بتاعتنا ما شاء الله سبكت انا مش هسبكها اكتر من كده عشان انزل عليها بالسبانخ والبخار اللي يطلع منها يسوي لي السبانخ هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم السبانخ بتاعتي كده صفت ميتها خالص ازاي ما انا شايفها في البسكت كده معاكم بسم الله هنزل بالسبانخ بتاعتي ما شاء الله كده هنزل بالكمية اللي انا عايزة انزل بيها كده واغطيها واستنى ديتين علشان ننزل بالكمية الباقية تلاقيش خالص كل ده هينزل الهاشام ده كله هينزل وهتبقى كمية قليلة خالص اغطيها شوية نشوف معايا حجم السبانخ ما شاء الله كانت مالية الحلع دلوقتي نزلت كتير هنزل شوية كمان اعرفتي بقى مش لازم تنزلي بيها كلها مرة واحدة انا هستكفي بالكمية دي والكمية الباقية هفرزها عندي بقى الحاجة اللي بتخليلي السبانخ ليها طعم وهمي جدا وبتعز اللون بتاعها معلقتين من العس الاصفر كده هننزل بيهم على السبانخ فوق السبانخ كده مفصلين كويس جدا مصفيين ده بيعز اللون والكمية الغذائية احنا عارفين العكس كمية الغذائية عالية جدا بروتين طبعا البقوليات بتبقى كلها بروتينات بروتينات نبا نباتية هننزل بيها على السبانخ كده هيخليلي لون الصوس اللي نازل من السبانخ ده خطير جدا والطعم وهمي وجربي وحكمي بنفسك وهتبطل تعمليها بقى بطريقة الناس اللي بفيه كتير يعني بيعملوها بلسان العصفور او بالرزة او كده دي افضل طريقة ممكن تعملي بيها السبانخ هتاكل سبانخ خطيرة جدا وهتدعيني ابطيها بقى واخدها جلوتين على نار عالية الخضار احنا عارفين عشان مايفقدش قيمته الجزائية بنعمله على نار عالية بسرعة كده علشان مايطولش على النار ويفقد الفيتامينات الموجودة فيه بالنسبة بقى الجزء المتبقي عندي من السبانخ انا هفرزه وتفريز السبانخ زي ما هو كده وبعدين انا هشيلها علشان انا حابة اعمل فتاير بالسبانخ عندي منتي بتحبها جدا نحاول اعمل شوية ان شاء الله معاكم وهفرزها كده زي ما هي ووقت التسوية هوريكم بنعملها ازاي بنحضرها ازاي علشان نعملها في الفطاير المهم تكون مكسولة كويس ومتصفية وبتعيش معاكي كده من السنة للسنة لونها اخضر ما بتتأثرش خالص وعندي تقريبا من السنة اللي فاتت كمان لسه زي ما هي فريش زي ما هي في الكيس كده نقفل عليها الكيس تقرج منه الهوى خالص بالشكل ده ودي طريقة التفريز السبانخ دي طريقة من الطرق يعني انا معتمدها الطريقة دي حلوة جدا بتخلي السبانخ فريش ولذيذة جدا لونها ما بيغيرش ولا بيحصل لها اي حاجة نشوف بقى السبانخ بتاعنا شايفين هبطت معايا الكمية ازاي والعدس ابتدى يستوي هناخدها تقليبة كده مع السريع بسم الله ومشاء الله لونها اخضر وطحفة جدا الطعم اكيد وهمي انا بتأكد انا مضربوها ومعتمد الطريقة دي هنسيبها بقى تستوي وطبعا في الوقت ده انا مساوية اللحمة بتاعتي ولما السبانخ تاخد جلوتين كده في السلسة بتاعتها ازبط لها الملح وانزل عليها باللحمة تاخد معاها جلوتين هبكده يا حبيبي زي ما احنا شايفين السبانخ استوي والعدس ده بفيها بسم الله ما شاء الله طعمها وهمي جدا تتاكل كده بدون لحمة بدون اي حاجة هنزل بقى باللحمة بتاعتي بتاع اللحمة كده على السبانخ بسم الله احاول اقلبها كده ونزلها واسبها تاخد غلوتين مع اللحمة مع السبانخ ونشوفها بقى في النهاية باذن الله كده غلوتين تلاتة اللحمة مع السبانخ كده وندفي عليها وصحتين وهنا بسم الله ما شاء الله وده يا حبيبي شكل بقى السبانخ بتاعتي بعد ما استوت خالص هنجرف بقى ونشوف شكلها هعمل هنبتطي بقى نجرف بسم الله ما شاء الله رحفة جدا تبارك الرحمن وده شكل الطاجن بتاعي الطبق الغرف بالسبانخ باللحمة شكل الطبق شاهي جدا يفتح النفس يلا بقى قديمي طبق اجدال حلو سبانخ باللحمة مع الرز بشعرية او الرز حباية وحباية طبق صحي جدا طبق كله فيتامينات ومعادن ممتاز حتى لو من غير لحمة فيه كمية معادن كتيرة جدا وكمية فيتامينات وكمية حديد ممتازة اعمليه على طريقتي وانا متعد كده ان انت هتدمينيها ان شاء الله يارب يكون الفيديو خفيف ولطيف وعجبكم ولو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان نتقابل ان شاء الله في فيديو جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته